اشتركوا في القناة والفيديو التاني معلومات مهمة النهاردة الفيديو الثالث ولو عجبك سيبنا لايك وتعليق علشان نكمل باقي المعلومات ويلا بينا اول حاجة عندنا كلمة image يعني صورة photo يعني صورة او ممكن نقول عليها photo بالامريكان وكلمة picture يعني صورة يبا احنا عندنا كلمة image صورة photo صورة او photo بالامريكان picture يعني صورة طيب يا طرأ ايه الفرق ما بينهم تعال نشوف اول حاجة عندنا كلمة photo photo او photo اللي تعبر عن الصور المتصورة بالكاميرا يبا اي صورة تيك بتاخدها بالكاميرا اسمها photo وجاية منها كلمة photograph photograph اللي هي الصورة المتصورة عن طريق الكاميرا ناخد مثال this is my team photo photo دي صورة الفريق بتاعي يبقى معنا كده ان الصورة دي متاخدة بي بي كاميرا يبقى احنا عرفنا انه اول حاجة كلمة photo هي صورة متاخدة بي الكاميرا او متصورة بالكاميرا طيب كلمة image image اللي تعبر عن الصور الزهنية او الخيالية كالانطباع الشخصي في الازهان عن شخص او مكان او منظمة الى اخره ازاي لما اقولك مثلا انا كنت واخدلك صورة في بالي يبقى هنا ما ينفعش اقول عليها photo اقول عليها image لانه انا واخدلك صورة في خيالي او في عقلي يبقى دي تعتبر image طيب انا كنت متصور مكان معين انه هو كويس جدا لانه كنت واخد في بالي او في عقلي image صورة خيالية لي يعني مثلا في ناس يقولك بورجي ايفل بورجي ايفل طبعا هو ما شافهوش مثلا على الحقيقة لكن هو واخد image انطباع من داخله او صورة خيالية انه هو نظيف وانه هو كذا لكن على الواقع هو مش كده يبقى دي image صورة ايه خيالية او الصورة الخيالية اللي بتكون فيه القصائد والاشعار والقصص طبعا دي بتكون image او انطباع شخصي عن شخص يعني مثلا واحد اقول له انا كنت واخدلك image مختلفة يعني كانت صورتي عنك مختلفة يبقى دي بنقول عليها image او صورة بالمرقاه يعني الصورة اللي بتظهر في المرقاه بنقول عليها image او الصورة اللي في شاشة التلفزيون او السينما بنقول عليها image مثال the poem القصيدة is full of images القصيدة مليئة بالصور الخيالية يعني مثلا لما اقول مثلا walking in the garden seeking her pardon i saw a sweet rose انا شفت وردة جميلة her face was so close والشهة كان قريب مني طبعا هنا انا مش بتكلم عن وردة بتكلم عن شخص وشبهته بالوردة يبقى هنا صورة خيالية ولما بقول reflecting the sunshine والشهة كان بيعكس اشعة الشمس طبعا هنا دي تعتبر image يعني صورة خيالية في البويم القصيدة او الاشعار او في القصص ضي كلمة picture او picture قال لي picture تعبر عن جميع انواع الصور لانه كلمة picture اعم واشمل سواء الصورة كانت متصورة بالكاميرا او مرسومة او حتى تم تخيلها طبعا ممكن استخدم معاها كلمة picture يبقى معنا كده انه كلمة picture اعم واشمل من كلمة photo وكلمة image طب تعال ناخد مثال لما اقول take a look القي نظرة at this picture على هذه الصورة and see وشوف if you remember anything لو انت تتذكر اي شيء يبقى خلاصة الفيديو انه كلمة image غالبا تأتي مع الصور الخيالية او الانطباع الشخصي سواء عن مكان او شخص او منظمة او مستشفى او اي مكان كلمة photo هي صورة متاخدة بالكاميرا وجاية من كلمة photograph وكلمة picture اعم واشمل تطلق سواء الصورة متصورة او مرسومة او انطباع شخصي طبعا ولو اعجبكم الفيديو سبونا لايك وتعليق ان احنا ننزل لكم معلومات جديدة وكان معاكم مستر رحمة حازم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة